تجمع ألاف متظاهرين في مختلف المدن الألمانية يوم السبت للتعبير عن احتجاجهم على الإجراءات التي تتخذها السلطات في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا وتجمع نحو أربعة ألاف ونصف في مدينة فرانكفورت غربي البلاد ورفع بعضهم لافتات عليها شعارات من قبيل مدارس بلا كمامات وكمامة هستيريا الكورونا هي هستيريا الرأس مالية وفي ميونيخ احتج بضع مئات في ساحة تيريزين فيزا التي يقام فيها في العادة مهرجان أكتوبر المعروف واتسمت المسيرات في المدينتين بالسلمية وفي إيطاليا تجمع مئات المحتجين على فرض التطايمات الإلزامية في وسط العاصمة روما للتعبير عن رفضهم للقيود التي تفرضها الحكومة لتخفيف الضغط على نظامها الصحي مع ما تشهده البلاد من ارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس سان جيوفاني بالعاصمة للتعبير عن استيائهم من الإجراءات الجديدة التي عادة ما يقارنونها بالقوانين التي كانت تفرض إبان حقبة النازية وانتقد متظاهرون ولم يكن معظمهم يضع الكمامات انتقدوا الحكومة وطالبوا بحرية الاختيار في تلقي اللقاح من عدمه وسلالة أوميكرون شديدة العدوى هي السلالة الأكثر انتشارا في إيطاليا ما دفع حكومة رئيس الوزراء ماريو دراقي الأسبوع الماضي لتشديد القيود لمواجهتها وذلك بجعل التطايمات إلزامية لكل من تزيد عمارهم على خمسين عاما إلى جانب فرض ما يعرف بالتصريح الأخضر الصحي المطلوب لدخول معظم الأماكن العامة والاستفادة من وسائل النقل العام كما شارك عدة ألاف في مسيرة بالعاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تفشي الفيروس ومن بينها فرض تصريح التطايم وكثف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وأعضاء من حزبه الحاكم حملتهم هذا العام ضد من لم يتلقوا التطايم المضاد لكوفيد-19 وذلك مع ما تواجهه البلاد من موجة خامسة لتفشي الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر